السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم توقعتنا ليوم الجمعة 28 نيسان إبريل القمر اليوم مستقر عنا في برج الأسد ما فيه له خلو مسار وما له انتقالات طبعا في زوايا كثيرة تشكلت خلال هذا اليوم اللي حابب يعرف تفاصيلها وتأثيراتها على جميع الأبراج فهي موجودة بالحلقة اللي نزلت يابل هاي الحلقة بساعة موجودة على القناة أو في نهاية هذا الفيديو بطلع لك صورة الحلقة بإمكانك من خلال هاي الصورة تنتقلوا للحلقة الأخرى خلينا نروح على التوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر استقر في البيت الخامس يعني بيت العاطفة والحظ وأمور لها علاقة بالتقارب الفكري مع الأحبة ومع الأبناء اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم ويعتبر هذا اليوم يوم في كثير من الإيجابيات ومثمر بشكل عام مننجح بالترويج لبعض الأمور أو لأفكارنا ممكن نكون جريئين الزيادة عن اللزوم وهذا بتطلب مننا الحيطة لأنه ما في داعي للتهور والإندفاع بتتسار على الأحداث اليوم بشكل كبير منها المميز ومنها اللي مش مميز استثنائي بشكل كبير هذا اليوم فممكن تتلقوا جواب أو عرض أو يصير معكم حدث بتعلق في أحد الأحبة برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم لأنه القمر صار في البيت الرابع وهو يعتبر تربيع زاوية تربيع مع برجكم فعشان هيك بيكون فيها كثير من الضغط عليكم حاولوا قدر الإمكان أنه اليوم تعززوا العلاقة مع أفراد العائلة ممكن تجدوا تعاون منهم أو اتفاق أو حتى نقاش وحوار بعضكم ممكن هذا يكون الشيء إيجابي والبعض الآخر ممكن يوصل للحدية بالمواجهة والعنادة والعصبية ويسبب لهم بعض المشاكل لأنه تلقائيا اليوم فيه نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي فعشان هيك بدك تتخلى عن مواقفك المتحفظة اتجنب الأمور اللي إلها علاقة بالأشياء الضرورية جدا زي العمليات الجراحية وحاول أنك تأخذ فترة متقطعة من الراحة وإذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات القمر في البيت الثالث فهو بعطيكم نشاط عالي جدا وقدرة هائلة على الإقناع ولكن بتنقلاتكم وحواراتكم ونقاشاتكم بدكوا تنتبهوا من العصبية والتقلب بالمزاج وعدم التركيز منكم أشخاص ممكن يسافر سفرة قصيرة أو يخرج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الإخوة مع الجوران طبعا الفترة هاي فيها كثير من الواجبات اللي بتطلب منك المسؤولية على أنواعها أهم مش إنك ما تتهرب منها لأنه ممكن يتغير الوضع لصالحك مع شرط بسيط وهو إنك تتحلى بالليونة والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر عندك الزيارات والتنقلات على أنواعها أهم مش تنتبه أثناء قيادتك للسيارة أثناء حركتك من الحوادث البسيطة أو الإصابات نوع من أنواع الانتباه فقط وأثناء حواراتك من العصبية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بيحملكم فرصة كبيرة لمكسب مالي وهذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك في أشخاص ممكن يحصلوا على مكاسب من هدية أو دعم أو حتى فوتير أو مستحقات لا إلهم بدكوا تحذروا برضو من أي خطوة مالية متسرعة ابعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وبرضو ما تخلوا نزوة التسوق تسيطر عليكم ممكن اليوم تعالجوا استحقاق مالي أهم شيء أنه ما تتسرعوا بتوظيف العموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمع خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم من الأيام المميزة بالنسبة لإلك لأن القمر صار موجود عندك وبيدعمك بشكل قوي فعشان هيك اليوم بتستعيد نشاطك المفقود أو بتعيد لكم حيويتكم وطاقتكم بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي بتتوضح وجهة نظركم وبصير فيه اهتمام كبير بمظهركم بتشعروا بالحماس الفائضة وبتنشغلوا بوضع حجر أساس لمشروع جديد بتمتلكوا أفكار مباهرة وحلول مذهلة وممكن تبدأوا بصفحة جديدة في حياتكم ولكن زي ما حكينا بدون انفعال وبدون عصبية وبدون قرارات مرتجلة برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا التعب ببدأ يسيطر عليكم اليوم لأن القمر استقر في بيت المتاعب في برج الأسد فعشان هيك بدكوا تحاولوا تنظيم أموركم بهدوء كامل وبدكوا تحافظوا على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير بدكوا تحاذروا من الوسواس والأفكار السودة والشك والغيرة والمعنويات المنخفضة لأنها ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك حاول أنك تبتعد عن الضجيج والصخب وحاول أنك ما تحسم أي أمر خلال هذا اليوم لأنه ممكن تحسم أي أمر بشكل خاطئ أو تصدر قرارات متسرعة ما تكون لمصلحتك صحيح أنه اليوم ممكن شوي يظهر عليك صفة أنت ما بتحبها أنك بتكون لحوح ولجوج فعشان هيك تير بالك وبرضه ما تعتمد كثير على الحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعدوا من لقاء الأصدقاء ولكن سوء تفاهم ما بينك وبين أحد المعارف أو الأصدقاء ممكن يخليك تصير متوتر فعشان هيك بدك تكون حذر وتكون برضو منتبه أثناء تنقلاتك وبحاول أنك يعني تتمتع شوي بالأجواء الجيدة وما تخلي السلبيات تسيطر عليك اليوم بتقدر تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وبتتمتع بقدرة على إتمام أي لقاء بشكل جيد أهمش أنك ما تماطل بأي موضوع أحاول أنك تتشجع على العمل الجماعي لأنه الفائد من معارفك وعلاقاتك الاجتماعية برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو لتعزيز العلاقات ما بينكم وبين المسؤولين طبعا الأجواء جيدة للمقابلات وتقديم الأعمال وللترقيات والترفيعات ولكن بهدوء وبدون عصبية وبدون انفعال وبدون أي مشاكل ما بينكم وبين المسؤولين هذا بيت السمعة وبرضو بتكوا تحافظوا على سمعتكم من أي مغامرات ومجازفات وتجنبوا الخلافات قدر الإمكان لأنه هاي الفترة أي شيء بينعكس ضدك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء جيدة على مستوى أمور إلىها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وأيضا للدراسة والامتحانات الجامعية ولكن بسبب تراجع عطارد بنقول لكم ما تعتمدوا على الحضوض ممكن بعض موليد برج القوس يسافروا في رحلة أو يفرحوا لانفراج أو تسوية مهمة ابتهتم بهواية جديدة عندك حيوية متحمس لمتابعة كل الأمور وعندك كذلك القدرة على التواصل مع المحيط حتى على المستوى العاطفي الأجواء جيدة والحضوض بتدعمك حتى برضو على المستوى المالي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا التركيز كله على الأموال المشتركة فعشان هيك بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بتمويل أو قرض أو ممكن تحصلوا على التسوية اللي بتحلموا فيها ممكن تناقشوا مواضيع مهمة وتجتازوا امتحان صعب علجوا الأمور العائلية المهمة بشكل دقيق أهم شيء دون مغامرات مالية بدون مجازفات مالية بدون مصاريف الزيادة ما في الهداعي ممكن يصير خلاف ما بينك وبين الزوجة أو الزوج على أمور مالية وممكن مطالبات وبعض الحسابات اللي تحطك موقف في موقف سؤال وجواب بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم القمر موجود مقابلكم أي بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وتعزيز العلاقة ما بينكم وبين شركاتكم بالمال أو العاطفي وخصوصا ما بين الأزواج وهذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل وطلب تعاون من طرف ثاني ولكن بما أن القمر مقابلك معناته طاقتك ضعيفة فبدك تحاذر الخلافات حاول أنك ما تضخم الأمور شوي عندك هيك بتكون مرهف الإحساس متوتر عصبي أي إشارة أو أي انتقاد أو كلمة ممكن تثيرك وثير حفيتك أو ثير عصبيتك فبدك تضبط عصابك وابعد عن المشاكل لأنك الحلقة الأضعف حاذر من إثارة العدائية والبلبلة لأنه زي ما حكينا مزاجك متقلب وعصابك بتثير النفور وخصوصا مع الأشخاص اللي حواليك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا فحاولوا إنجاز فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك القمر اليوم موجود في بيت العمل وبيت الصحة فعشان هيك أغلب الإشي اللي بيشغلكم الأمرين هدول يا على مستوى عملكم يا إما أعمال كثيرة التزامات كثيرة مشاكل بالعمل مشاكل مع زملائكم أعمال بتكون ناقصة أو سوء تفاهم مع الزبائن وبرضو على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالوضع الصحي التقلبات وشعورك بالاكتئاب أو الضغط أو الضعف فحاول شان هيك بدك تهتم بالعمرين أهميش إنك ما تهمل واجباتك حتى ولو كثرت أو صعبت ممكن تضطر لعمل ساعات إضافية زيادة فعشان هيك أعمل الأشياء المهمة قبل ما تنتقل لأمر آخر راعي ظروفك الصحية وكون دقيق ومنظم راعيا لظروفك ومعنوياتك هيك طبعا بكون أنا أنهيت حلقة التوقعات زي ما حكينا الحلقة التفصيلية موجودة في حلقة منفصلة اللي حابب يروح يسمعها يسمعها إذا عجبكوا طبعا التوقعات أكيد في ناس مش راح تعجبهم فعطوا للخط أنتوا روحوا على الدسلايك ما راح أنتوا بالنسبة لألكوا على طول يعني إن شاء الله مش بقرأ قرآن لو شو ما بعمل راح تعملوا للدسلايك فروحوا يعملوا بسرعة الأشخاص المحتارين برضو نفس الإشي ما في عليكوا أي لوم ولا أي شي الأشخاص اللي بتكهربوا برضو ما عليهم أي شي بس الأحبة اللي بدهم أذكرهم يعني دسلايك لايك قصدي شير كومنت أي شي يعني الكبساتاي اللي تحت يا ريت هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحبطه إلى اللقاء